اذا فهي الحرب كلمات قالها القيصر ردا على تصريحات الناتو الاخيرة فبدلا من البحث عن سبل لتهديئة حالة الغضب العارمات التي تسيطر على القيصر حاليا اتخذ الناتو بعض القرارات المصيرية والتي ستدمر العالم باسرح فما الذي اعلن عنه الناتو وماذا سيكون رد بوتين هل سيشن الحرب ام سينتقم من الناتو في اوكرانيا تساؤلات باتت مراكز صنع القرار في امريكا تسألها ولكن ما من جواب فما الذي ينويه بوتين المعركة الكبرى بين روسيا والناتو بعد اشهر من بدايات الحرب الروسية في اوكرانيا وبعد التهديدات الروسية والاوروبية والامريكية لبعضهم البعض الا ان القيصر لم يتوانى عن تخذير الغرب من ان سمرار الدعم لاوكرانيا بمثابة صب الزيت على نار الروس وان هذا الدعم لن يفيد اوكرانيا بل سيزيد من الشعال نيران الحرب الا ان امريكا لم تنظر لهذه التحذيرات بعين الاعتبار ولكن اوروبا نظرت لمصالحها الخاصة وفضلتها بعض الوقت على مصالح اوكرانيا يبدو ان امريكا حرضت اوروبا ودفعت الناتو ايضا للانتقام من بوتين بوتين الذي تسبب بحربه في اوكرانيا في دمار الاقتصاد في كثير من دول اوروبا حتى باتت اوروبا تتسول الغاز والطاقة من الدول في العالم ما الذي جرى يا اوروبا الى هذا الحد واصل بك الامر ان تتسول الوقود والطاقة والغاز بعدما كانت اوروبا من الشعوب المناعمة في الارض نعم يا عزيزي هذا نتيجة استمرار دعمهم لاوكرانيا باعث لهم القيصر برسائل مبطنة مفادها ان الحرب ووقفها رهنوا دعمكم لاوكرانيا لكنهم صموا اذانهم عن الاستماع جيدا لتحذيرات وتهديدات بوتين حتى باتت اوكرانيا تعلن اليوم ان بوتين ينوي السيطرة الكاملة على بلادها ياتي ذلك في ظل توارد الانباء عن تحريك القيصر لمعداته وصواريخه النووية الى القرم وبيلاروسيا ما يعني ان الحرب العالمية الثالثة باتت مسألة وقت فقط وما اعلن عنه حلف ايتو مؤخرا بمثابة استمرار الحرب بمثابة استفزاز الدب اكثر واكثر نعم يا عزيزي اعلن الامين العام لحلف الشمال الاطلسي انسي ستولتنبيرغ ان دولا غربية ستزود اوكرانيا بالمزيد من الاسلحات الثقيلة قريبا وفيما تزداد ضغوط على المانيا بشأن تسليم اوكرانيا دبابات ليوبارد اثنين قالت الشركة المصنعة ان الامر قد يستغرق عاما واضف السوتنبيرغ قبل اجتماعي هذا الاسبوع في قاعدة رامشاين الجوية لمجموعة الاتصال لدفاع عن اوكرانيا التي تنسق امدادات الاسلحة الى كييف قال ان التعهدات الاخيرة بتسليم اسلحة ثقيلة مهمة وتوقع المزيد في المستقبل القريب واكد ان فرنسا والمانيا والولايات المتحدة تعهدوا تزويد اوكرانيا مدرعة لنقل المشاة او للاستطلاع هي اربعون مدرعة المانية من طراز مرد وخمسين مدرعة امريكية من طراز برادلي فيجانب عدد من مدرعة ام اكس عشر الفرنسية في الاسبوع الماضي كما تعهدت المملكة المتحدة ارسال اربع عشرة دبابة ثقيلة من طراز تشالنجر تو الى اوكرانيا في الاسابيع المقبلة تصريحات النظر اليها المحللون حول العالم بانه ايذان بدخول الناتو في معترك الاحداث بداية فصل جديد في الحرب في اوكرانيا ولكن يبقى السؤال الاهم هل سيصمت الروس على هذا التدخل الكبير من الناتو في الحرب لطالما عهدت روسيا منذ بداية الحرب في اوكرانيا حتى الان الناتو مسالما ومحافظا على قراراته ضد روسيا فيما يخص الشأن الاوكراني حتى ان بعض الاصوات داخل الحلف نددت بانضمام فنلندا والسويد الى الناتو خشية استفزاز الدب الروسي اكثر منذ قبل الا ان الناتو هذه المرة تجرأ واعلن عن دخوله الحرب نعم يا عزيزي فان الروس حتما سينظرون الى هذه التصريحات بمثابة دخول رسميا للناتو في الحرب حيث بات الناتو يعلن عن قرارات تزبيد اوكرانيا بالاسلحة والمعدات الثقيلة والتي طالما طالب بها زلنسكي الرئيس الاوكراني الغرب بها منذ بداية الحرب وحتى الان لم يعهد الروس الناتو غاضبا ومتخذا بعض القرارات التي ستؤدي الى نتائج كارثية على اوروبا والغرب باسره فروسيا عهدت منه دعما لاوكرانيا بصورة خفية مخافة الدخول في صدام مع الدب الروسي الا ان حادثة بولندا كانت اكبر دليل على الخوف الغربي من الصدام مع روسيا بعد ان سارعت بولندا وبدعم من الرئيس الاوكراني زلنسكي القول بان الصاروخ الذي سقط على اراضيها هو روسي الصنع وتم اطلقه من الاراضي الروسية الا ان روسيا لم تشر الى هذا الامر الا بتصريحات من قبل المتحدث باسم الكريملين نافيا هذا الاتهام الاوروبي لروسيا هذه الحادثة حاول زلنسكي ومن ورائه اندري دودا رئيس الوزراء البولندي حاول استغلالها لاشراك الناتو في الحرب ضد روسيا حيث سارعت بولندا لعلان حالة الطوارئ كما سارعت لعلان الفقرة الرابعة من مثاق حلف الشمار الاطسي والتي تنص على وجوب الوقوف الى جوار اعضاء الحلف حال تعرض احدهم لهجوم معاد وعليه يستوجب هذا الحادث تدخل الناتو لحماية الاراضي البولندية الا ان القرار الاخير من اوروبا والناتو بان هذا الصاروخ منشأه الاراضي الاوكرانية وانه لم يتم اطلقه من قبل روسيا في وقاعة صورها الكثير من المحاللين بالخوف الشديد من قبل الحلف من ضربات القيصر الموجعة في بدن اوكرانيا الا ان الحلف تجرع الجرأة واعلن عن حزم مساعداتٍ ثقيلة للجيش الاوكراني لكن القيصر اصطبق تلك الخطوة الاطلسية بحملة تعبئةٍ عامة لنصف مليون جنديٍ روسي حسب وكالات الانباء الاوكرانية كما بدأت القوات الروسية قتالاً عنيفاً في شرق اوكرانيا وتسعى جاهدةً للسيطرة على مدينة باخموت الاستراتيجية بعد سيطرتهم على بلدة سوليدار يأتي ذلك في ظل الاستعداد العسكري من قبل بيلاروسيا على الحدود مع اوكرانيا والذي فسرته اوكرانيا بان زيارة بوتن لبلاروسيا كانت بمثابة اعطاء لوكاشينكو الرئيس البلاروسي اشارة البدء للتعاون العسكري الكبير وذلك تمهيداً لشن القيصر هجوماً موسعاً على الاراضي الاوكرانية ووفق خبراء فان قرارات الناتو الاخيرة بمثابة استفزاز للدب اكثر من ذي قبل ما يوجب على الناتو وضع خطط بديلة لاحلال السلام ومن ثم الجلوس لطاولة التفاوض بدلاً من تأجيج الحرب اكثر فاكثر ومن ثم لاحقاً كذلك كذلك اشتركوا في القناة